الدوانية سمة كويتية بامتياز تطورت مع تطور الزمان والمكان علامة فارقة للبلاد نظرا لدورها البارز في الحياة الشعبية والسياسية والتكافل والتماسك الاجتماعي مثل عند البادة يقول المجالس مدارس يعني تعلموا منها مجالسنا قبل لحد الآن الحمد لله هي مدارس وتفهم الإنسان كلام أعادات الطيبة والكلام الطيب والشورة بما بينه ويأخذون الراي بعضهم وتشاروا مع بعضهم هذه طبيعة أهل الكويت من أبن على جد وإن شاء الله هنا تبقى للجارة الغادمة يأخذ الراي فيها وشوخنا عسل يطول عمار ويزورونها ويستمعون الراي فيها ويجتمعون أهل الكويت مع التطور التكنولوجي في هذا العصر وكثرة المصادر الإخبارية من تويتر وإنستجرام وغيرها قد تكون الدوانية أحدى المصادر الإخبارية الأخبار كثيرة تأخذ عن الدواوين تأخذ في الإنترنت في التويتر الآن انتشر فالأفضل ما يأخذ الأخبار إلا من شيء رسمي يضيع كثير من الناس تناقل الأخبار غير رسمية هي مثال للمساحة الديمقراطية يتبادلون الأراء ويتشاورون في أمور حياتهم اليومية فهي حلقة وصل بين الرجال في المجتمع ما تلقى مثل الكويت هنا العالم ما تلقى مثل الكويت الروح تبعيد والروح تقريب أول شيء بارك الريك الدمقراطية عندنا انتكلم بحرية ما عندنا جميع شيء يمنعنا حكمتنا ما قصر كل شيء موفرت الديوانية ظاهرة كويتية بحتة يمكن وصفها بمنتدى سياسي وثقافي واجتماعي تنفرد بكونها ملتقا دوريا يناقش فيه روادها آخر الأخبار والمواضيع ثقافة الديوانية تنتشر في الكويت عما سواها يستقى منها المعلومة والثقفة الاجتماعية وقد تكون المحرك الرئيسي لكثير من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ناصر مفرح الهاجري تلفزيون دولة الكويت